التمرد، الاندفاع، حدة الطباع، شدة الميل إلى الجنس الآخر ردود فعل طبيعية للتحولات الهرمونية والتغيرات الجسدية التي يمر بها المراهقون لذا ينبغي أن يكون تعامل الوالدين والمربين محاطا بالحكمة والتعقل ومركزا على إشباع حاجات المراهق النفسية مع تلك المرحلة العمرية الخطرة ومنها حاجته إلى إثبات الذات حاجته إلى الحب والانتماء حاجته إلى التوجيه والترفيه حاجته إلى الاحترام والتقدير وقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام غاية في الحكمة للوقاية مقدما من أخطار تلك المرحلة منها التربية على حسن الأخلاق وتحفيظ الطفل القرآن في أوائل عمره فإدخال كلام الله تعالى في صدر الطفل من شأنه أن يطهر قلبه وجوارحه تعليمه الصلاة وتوجيهه إليها في سن السابعة وتأديبه ولو بضرب يسير على التفريط فيها في سن العاشرة ففي إقامة الصلاة تهديب له وصيانه التفريق بين الأولاد في فراش النوم إذا بلغوا العاشرة اختيار الصحبة الصالحة وقد قيل الصاحب ساحب ومتعتنى الوالدان بصحبة أولادهما وأحسن اختيارها وفر ذلك عليهما وقتا وجهدا عظيمين إلزام الأولاد في تلك المرحلة بالاستئذان عند الدخول على الوالدين وبعد البلوغ يحسن المبادرة بتزويجهم إن تيسر فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج الدعاء بالهداية والصلاح فإنه من أهم ما يساند به الوالدان أولادهما في القيام بمهام تلك المرحلة المهمة والخطيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده ترجمة نانسي قنقر